والبداية من تداعيات الهجوم الإرهابية الأخير الذي استهدف قضاء مخمور هذو أكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر أن تكرار الخروقات الأمنية استلزم جهدا استخباريا ودعما عاجلا القوات الاتحادية وقوات البشمركة في معركتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي وقال الشيخ الخنجر في تغريدة له على تويتر إن الإرهاب هو الخطر الأكبر على حياتنا واستقرارنا موجها دعاءه بالرحمة لشهداء الهجوم الإرهابي في قضاء مخمور وبالشفاء العاجل للجرحة